شهد معرض رياض الدولي للكتاب إقبالاً مستمراً من قبل القراء والمهتمين في مجال الكتب في ظل مشاركة ألفين دار نشر عربية ودولية موزعة على 800 جناح تنتمي إلى أكثر من 30 دولة واستمر معرض رياض الدولي للكتاب في استقبال زواره حتى السبت القادم الموافق للخامس من اكتوبر وتسعى العديد من دور النشر إلى وضع أحدث إصداراتها بين يدي الجماهير وشهد المعرض حضوراً لافتاً من قبل المؤسسات السعودية والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لتثري المشهد الثقافي السعودي من خلال نتاجها الفكرية والعلمية ترجمة نانسي قنقر